اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين فيديو جديد يا بنات. آآ لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكي كل جديد. باعتزر ان انا مبنزلش فيديوهات زي كل يوم. معديش مشكلة في النات كده هتتزبط وانشاء الله بازن الله هنزلكو فيديو كل يوم. فبقى لو لسه ما حدتيش لايك لاختك كده ياريت تدعميني باللايك اللازيز بتاعي كده. ويصلي على نبينا محمد. ويدخولي كده بحماس الفيديو النهاردة ترتيب من مطبخ. هقول لك على التركات اللي تخلي دايما المطبخ عندك نظيف. ولما تيجي تنظفيه آآ سواء كان تنظيف عميق او تنظيف من على الوش. الموضوع يبقى سهل معك وبسيط. مبدائيا كده اي حاجة تشتريها في كياس فضيها. فضيها في علب فضيها في بساقة فضيها في منظمات. مو من انك تفضيها. ما تحتفظش باي كيس كنت جايبة فيه خضار او فاكهة او اي حاجة. تمام? او حتى ربصه. يعني انا كنت جايبة ربصه آآ تمام? فضيته في المنظم بتاعه. آآ برضك اللي هي معطر الارض فضيته في المنظم بتاعه. آآ الرز كزلك الامر البطاطس في السبب بتاعها. المهم ان كل حاجة تعمل لها حاجة. اللي بها ما يبقاش عندك آآ كياس. تخلص دايما من الكركبة. الكياس ان انت شايفها ان انت هتنفع تعدي تدورها تاني. آآ تتعدي ده دورها ازاي يا ايا. آآ ان كنت تحطيها اعزاكم الله في بساقة الزبالة بتاعة الغرف. آآ اللي هي مسلا الكياس اللي هي بتقدر اللي هي محملة شوية كده. فتقدر ان كنت تحطيها في بسكة الكمامة مرة تانية. فدي ممكن تحتفظ بيها بشكل كويس. وتحطيها في منظم لوحدها عشان لما تحب تستخدميها تاني. آآ تستخدميها بكل سهولة. انما الكياس اللي هي تقطعت طبعا بترميها على طول وتوفرها نفسك الوقت والمجهود. ده لانش بوكس كده بحبها هخزن في الفلفل واللمون. وساعات كمان بخزن بدل الفلفل بحط خيار. على حسب المطافر عندي. انا المرة دي ما جبتش خيار جبت فلفل. تمام? فحطيته كده في اللانش بوكس. حطيت الفلفل من تحت واللمون من فوق. طيب. اللي بيحفز الخضار لفترة طويلة المنازيل. المنازيل بتنتصر رطوبة آآ بتاعت الخضار. فما بتخلوش يبص بسرعة. تمام? آآ فكرة اللانش بوكس فكرة كويسة جدا انك انت تستغلي اللانش بوكس بتاع اولادك مسلا. تمام? بدلا ما هم متركن في الدوليب كده واخد مساحة. تقدر انك انت تستغليه وتستخدميه في تخزين الخضرات بتاعتك. تمام? آآ بالنسبة كمان بقى لاي كيس فيه اي اي حاجة هتستخدميه مسلا مكرونة رزة اي حاجة حاولي تفضيها في علب. تبليج علب اولا بتحفز على الحاجة اللي انت حطها في المنظم ده فترة طويلة. تمام? ما تبص ما ما تسويس ما اجرالهاش اي حاجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ما بيبقاش فيه عندك كمية كياس ما فتاحة. تيجي تسحبي حاجة من الرف. تلاقي نفسك الرف كل واي على دماغك. دقيقة على رز على كده. لأ لما يكون كل حاجة في المنظم بتاعها. البيت بيبقى سهل التنظيف. بمجرد انك انت مسلا ممكن وانت بتعملي حاجة. تلاقي تلاقي نفسك. ما عندك اي حاجة اه محتاجة مجهود. هي تبقى مسحة بس خفيفة. للدوليب منبرة. لكن ايدك في الدوليب من جوه. تلاقيها دايما مترتبة ومتنظمة. حاولي تختاري كندي كبير للملح. علشان الملح ده اكتر حاجة بنستخدمها طول اليوم. فانا بصراحة استريحت الكاندي اللي هو على شكل شكرة ده عجبني واستريحت له فبقيتم باستخدمه للملح. طبعا لو بتجيبي كياس سمنة او بتجيبي سمنة مسلا صايبة. يفضل انك تفضيها برضك في علبة. تمام? آآ السكر حاولي تعملي كند كبير للسكر او برطمان كبير للسكر في آآ كيلو السكر كامل. ومسلا عشان له هتعملي وصفة مسلا زي كيكة او حاجة زي او اي حاجة محتاجة سكر ياما. وتخلي معاك سكرية كده صغيرة عار وخامة. لاستخدامك اليوم اللي هو بتاع الشاي والقهوة والحاجات اللي انت مسلا ممكن تشربيها طول اليوم. تمام? آآ دي برضك من المنظمات اللي اللي هترايحك جدا. المنظمات دي مش غالية. آآ والتيكت اللي عليهم معرفة كل كان دي جواه ايه? يعني لو انت مسلا فردا فردا مش موجودة او تعبينة. ومسلا اختك ولا حد مسلا جيه يساعدك. هيبوس يلاقي كل حاجة منظمة وكل حاجة مكتوب عليها. فمش هي تعبالها يحتر ولا هيحتاج ان يتعبك ويقومك من مكانك. فمحافزة المحافزة على الحاجة ورصها بتكنيك صح حتى لو مطبخك صغير. انا مفيش حد مطبخة اصغر من مطبخي. بس في نفس الوقت بدل كل حاجة مترتبها. كل حاجة لها مكان. هتلاقي حياتك كلها مرتاحة. كمان عايز اقول لك على نصيحة. لما تجيبي برضك بسكوت حولي برضك تفضي. آآ خصوصا لو بيجيبي بكت كده شبه لانا جايبين. تفضي في الكندي وبنستخدم بناخده منه على الاستخدام. آآ عايز اقول لك كمان على نصيحة. آآ ان كنتي لما آآ تحطي حاجتك في برطمونات. هتبقى بالنسبالك الروحة اللي ما بعدها روحة. عتدالي عليها. طب مزانتك مش سامحة ان كنتي جي برطمونات ممكن تستخدمي برطمونات بتاعت المربة آآ بتاعت العسل. اي مبرطمون آآ ازاز. تقدر ان كنتي تاعتها دوله من جديد وتستخدميه في البكوليات بتاعتك. تمام? هتحافز عليه وكل حاجة. لو عندك بقى تلاجة او تلاجة مية حاولي دايما بردك ان كنتي تمسحيها وتنظفيها. تمام? كمان الاكواب ده حيرياحك جدا خصوصا لو عندك اطفال آآ من جرد ان كنتي هتحطي فيك الكوبايات. هيصحبوا منه واشربوا بدل ما تجيبي كوبايات ازاز وتتكسر وكده. تمام? تمام. آآ فكرة كمان ممكن تحطي بتاع الاكواب ده جنب التلاجة نفسيها. لو تلاجتك فيها حنفية. هتبقى سهل اني كنتي تاخد الكوباية وتسحبي الكوباية من دسبانسة الاكواب وتشربي على طول. طب لو تلاجتك عادية من غير الى كده. حلو بردك لو حطتيه. لمسلا الجنب التلاجة لو التلاجة بعيد شوية عن المطبخ. في ناس تلاجتها بعيد شوية عن المطبخ. تمام? تقدر اني كنتي تحطي في الاكواب بتاعتك. تمام? وبعد كده ايه? آآ اللي عايز مسلا مية يسحب كوباية يشرب. ويودي كوباية عن المطبخ. آآ كمان لو بيجيبي اكياس لبن آآ سايبة طبعا السايب بنغريب ونحطه في الكسرولة. انما لو بيجيبي اكياس بخيره. تمام? الكيس بخيره بيبقى طبعا لما بيتفتح بيبادل للتلاجة. حاولي بردك تشوفي له جار حلو كده تحطيه فيه. على اساس تبقي عارف ان الجار ده بيشين نص كيلو او كيلو. فتفضيه فيه على طول اول مجيبيه. وتاخذي بيه على قد استخدامك كل مرة. هنا كده كنت غسلت البامية اللي انا اشتريتها. وآآ اخدت منها كمية اللي انا آآ هتدي اللي انا آآ استخدمها. وكمية تاني خاططها في علبة زي ما هي من غير ما ما شيل منها اي حاجة وبحطها في الفليزة. وبطلحها على الاستخدام بتدي لنا خرطها وحطها في الشربة على طول. تمام? بتبقى النسية دي بتخلي لويكا معاكي لونها اخضر لموني كده بتبقى فتحة جدا وجميلة. تمام? جرابي الطريقة دي هتعجبك. عندي برضك حاجة عايزة اقولها لك او تركيا عايزة اقولها لك لو انت عندك آآ ميكرويف حاولي برضك ايدك فيه اربعة ورشين ساعة. خصوصا لو بتستخدميه باستمرار. يعني ايدك فيه يعني تخسل الطبق بتاعها وتخسل الغطا بتاعه لو جايبها له غطا. تمام? آآ الغطا بيحمي آآ من الترتشة. لو بتحط مسلا فيه اكل مسلا يتسخن. بيحميه من الترتشة. بينضفولي جدا من جوا. تمام? كمان لو انت لسه عروسة بقى وبتعملي في مطبخ آآ يعني من رأيي ليكي. انا عملت الموضوع ده لسه من قريب بس نفعني جدا. ان يكون ليكي آآ درج آآ تحت البوتجاز لو بتجازك بلتقن. طبيقية بتجازي بتجاز عايزي. يبقى دايما جنبك آآ درج كبير بمساحة كبيرة آآ درج صفت صغنن كده. تكون مساحته مساحة كبيرة. على اساس تحطي فيها كل الاسباتيولات. ولو كمان فض ركن كده صغير تقدري او تعملي درج تاني جنبيه. آآ منفصل للبهارات. هيوفر عليكي جدا مش هيخلي عندك الكاندي بتاعتك البهارات بوز. ولا تلزق آآ من الدهون بتاعت البوتجاز. فبصراحة انك انت تسيبي رخامتك فاضية ده من احسن الحاجات اللي انا بصراحة جربتها وعجبتني. ده كده بيكون شكل المطبخ بتاعتي رخامتي فاضي خالص. فيش بتاع الملح. البوتجاز بتاعي. الفرن والميكرويف تحت بعض زيهم. تمام? انا فتح اينا الرف دوت علشان آآ آآ كنت احطر فيش بتاعت الفرن. فبحب افتحه لما اكون الفرن شغال. يعني عشان نبدي تهوية وكده من المكان. ده كده شكل المطبخ بتاعي. طبعا حاولي كمان تحطي رجز غنون في المطبخ يوانسك تسمع لي ازاعة الكرآن الكريم بتفرق جدا جدا في النفسية. تمام? وكمان بيجيبه وشيوخ يقوله ادعاية وحاجات حلو قوي. وده كان نهاية الفيديو رب يكون عجب.